مرحبا أنا ألا أدوكات أخصائية العلاج الطبيعي من مركز القاردنز العلاج الطبيعي بدي أحكي لكم اليوم عن العلاج الطبيعي وإيش يعني العلاج الطبيعي كتير ناس أول ما نحكي العلاج الطبيعي بروح دهنهم للعلاج بالعشاب وهي الأشياء طبعا لا العلاج الطبيعي هو نفسه العلاج الكيزيائي واللي هو عبارة عن فرع من فروع العلوم الطبية المساندة طبعا العلاج الطبيعي في دورين عندنا دور وقائي ودور علاجي الدور الوقائي وذلك عن طريق التقييم والتشخيص والوقائي في حال حدود أي مشاكل في الجهاز العضلي في الجهاز العصبي مشاكل عند كبارستين مشاكل عند الأطفال أو أي مشاكل في القلب والرئتين طبعا الدور العلاج الطبيعي بتمركز بتأهيل المريض بعد العمليات الجراحية بعد الكسور بعد تركيب المفاصل وبعد أي إصابات خاصة الإصابات الرياضية أهداف العلاج الطبيعي عندنا أهداف قريبة المدى وأهداف بعيدة المدى أهداف قريبة المدى تمركز على تخفيف الألم تخفيف الانتفاف إعادة مدى الحركة للمفاصل تحفيز أو تقوية العضلات والأهداف للعلاج الطبيعي على المدى البعيد إعادة المريض للحياة الطبيعية اللي كان يمارسها قبل الإصابة وقبل التعرض لأي مشاكل في جسمه بالنهاية بنصح كل شخص ما يتردد بمراجعة أخصائي للعلاج الطبيعي أو مراكز للعلاج الطبيعي لأي حالة أو مشاكل بتعرضوا إلها لأنه في كتير ناس ما بتعرف دور العلاج الطبيعي بحالات ممكن تكون بسيطة بس إهمالها بتسبب بتفاقم الموضوع وعلى المدى البعيد بيكون بيحتاج لأشياء كتير لحتى يعالجها